يعني مع بداية العام كمان الواحد لازم هيك يرجع يفكر ما هي القيم اللي بده دائماً تكون موجودة حاضرة ويشتغل عليها فماذا نعني بالقيم الشخصية؟ القيم الشخصية هي اللي تخلينا مين إحنا هي اللي بتكون شخصيتنا هي اللي بتتأثر على وبتصنع تصرفاتنا وردود أفعالنا بأي موقف في قيم عامة كنا متفقين عليها وفي قيم خاصة بكل واحد فينا في ناس مننا مكتشفينها وعارفين شو هي هاي القيم أو عم بكتشفوها مع الزمن أو في ناس مش عارفين ولا إشي عن هاي القيم ولا سامعين فيهم ومش ما في عندهم أي وعي لهاي القيم هون بيجي دورنا إحنا عشان نعمل هذا الوعي والناس تعرف شو هي القيم الموجودة عندهم ويعيشوا ساعتها بأرياحية وبرضة عن ذاتهم وعن تصرفاتهم وعن حياتهم بشكل عام ففعلا القيم الشخصية هاي هي هي اللي بتعملها مين إحنا يعني وبتشكل الحضارات كمان لأنه في حضارات في كيف في الشركات بيكون في عندهم دايما إيش الفيجن والمشن ومش عارفة إيش هدول هذا هو اللي هي القيم تبعون نفس الشركة اللي لازم تكون تتناسب مع الأشخاص اللي بيشتغلوا بهاي الشركة طيب إيمان إذا إحنا بدنا هيك نبسط الموضوع ونعطي أمثلة يعني مثلا مثال لمسار شخص معين شو هذا الشخص اللي مساره مثلا بهاي الطريقة شو القيم العليا عنده أو القيم الشخصية ومسار لشخص آخر شو قيم الشخصية لما دعما عم بتقولي هو اللي بيشكل حياتك في النهاية فإيش السؤال مثلا نعطينا مثلا شخص عنده مثلا قيم زي مثلا المغامرة قيم المجازفة كيف إيش بيكون الكرير إيش بيكون المسار والوظيفة وحياته كيف شكلها هذا لازم يشتغل بإشي فيه مخاطرة سواء إذا كان بإشي جسدي إنه بي عنده جسمه قوي بيقدر يعمل ينقذ ناس لو شافهم بدم يوقع يعني يرمي حاله وراهم يجيبهم فيه فالشخصيات بتختلف من شخص لواحد واستعمال نفس القيمة بتختلف من شخص لشخص وفيه نقطة كتير مهمة إنه كمان القيم هاي لما نحنا نستعملها أكتر من اللازم ممكن تشتغل ضدنا يعني إذا بدنا نقول إحنا الثقة بالنفس الثقة هي قيمة أنا بحب أكون واتق من نفسي دايماً ومحضر حالي وهذا هذا إشي برضيني بس إذا أنا بصير زيادة عن اللزوم عندي ثقة بنفسي بصير عندي هذا بصير متعجرف بصير الإنسان تبعد عني بتصير ما بدها تكون قريبة مني فمنح الواحد يفهم ويلاحظ إنه هاي القيمة كويسة بس لحد معين لوين بقدر أواقفها نعم لإيمان هون كنا منحكي على الأشخاص اللي ربما بشوفوا حالهم موجودين في مكان عمل ضد قيمهم ولكن لازم يكونوا عايشين هذه الحياة المزدوجة ببيت إشي با يؤمنوا فيه إشي تاني ولكن بمكان العمل لازم يكون في عندهم قيم مزدوجة عشان يمشوا أمورهم هذول الأشخاص قد يبعانوا هذول الأشخاص كيف ممكن يشتغلوا لتغيير هذا الأمر ولا صعب مش كل الناس عندهم القدرة على التكيف هذا اللي أنه يكون بالشغل شكل وببيته شكل تاني لكن الظروف مرات تفرد علينا هيك يعني لما يكون الواحد بشغله بده مضطر في عنده مثلا دادلاينز لازم يستقلها في عنده استراتيجيز معين لازم يمشي عليها فمضطر يكون حازم مرات شوية أو يكون شديد شوية على الناس اللي بيشتغلوا معا لأنه هاي مسئولية عليه ولما بيروح على بيته بقدر يرجع يكون مع أصدقائه مع عيلته مرتاح فهاي الكينونة إحنا عنا كينونة مختلفة حسب كل كمان وضع نتغير فيه وبهذا بيعتمد على الشخص نفسه قدي عنده فلكسبليل قدي عنده مرونة أبس مرات بيصير حاسس حاله إنه هو صار عنده معايير مزدوجة بيعمل إشي مش مؤمن فيه أو مش ضمن قيمه وبنفس الوقت لازم يعمل لأنه هاده شغله صح مشان هيك بنقول إنه هون بده يكون بيقدر يقول أنا فيه إيش هو المايندسات تبعه إيش هو طريقة تفكيره بهاي اللحظة تفكيري إنه أنا أوكي بقدر أتحمل هذا ولا ما بقدر إذا ما بقدر أتحمله معناته لازم أبدأ أدور على إشي تاني على شركة تانية على طريقة على عمل تاني اللي يرضي هاي القيم الموجودين إيمان أعطينا هيك أمثلة كيف بقدر الواحد يعرف قيم الشخصية بالتجربة لما بيحس إنه هو مرات قاعد هيك حاسحاله تصرف تصرف أو صار قدامه موقف فيه ناس يعني انتهكت قيمتهم نحكى معاهم بطريقة غير لائقة وهذا تلاقيه ما بيقدر غير يوقف ويدافع عن الشخص اللي ما عملش إشي غلط وبس حد اتهاجم فهون بتحسي إنه هادي هاي هي عنده قيمة إنه ما بيقبل العدل العدل شايف هون إنه this is not fair ما بيصير عنده قيمة آآ فهي قيمة عنده ما قدر إنه يوقف لها وإجا ودافع عن الشخص اللي ما عمل أي غلط وهذا كنتهجم عليه حال وإذا قعد وضلوا ماسك حاله وما تدخل رح يضلوا قاعد تعبان متدايق منزعج بطول الجلسة مثلاً اللي فيها هادول الأشخاص لأنه ما قدر يعمل ما قدر يعيش القيمة المهمة عنده ولما بيش يؤكت أبونت لما اشتغل عليه لما تصرف كان مرتاح نعم يعني ممكن نقول مثلاً نعطي سوري مثلاً خلي نقول بنلاقي يعني نتيجة القيم المختلفة فيه ناس ما بيقدروا يشتغلوا بشغل بالمكتب من كل يوم لأنهار كامل يضلوا سنين وفيه ناس بيبدعوا بهذا المجال فلو قلنا مثلاً الناس اللي بيقدروا يلتزموا بشغل لسنوات طويلة ولسعات دوام طويلة شو بتكون القيم العليا عندهم ونيجي نقول للناس اللي هم الرياديين اللي بيحبوا دائماً المغامرة والإبداع ويجربوا الأشياء الجديدة شو بتكون القيام عندهم فيه ناس بيكون هدفهم بس إنهم يرضوا الآخرين وهذا إرضاء الآخرين بالنسبة لهم بيكون كتير يعني مشبع لهم بيرضيهم بيبسطهم بيكون هذا الهدف تبعهم يورجي قدي أنا بقدر أساعدك قدي أنا بقدر أعمل لك بيكون في عندهم نوع من الطيبة ومن العطاء يعني العطاء هو قيمة فهذا العطاء بيختلف أشكاله من ناس لناس فيه ناس بيحبوا يعطوا بالشغل كتير وبيحبوا يتأخروا ويشغلوا ساعات عمل طويلة ما بيكونوا مددقين أبداً بالعكس بيكونوا مش حابين حتى يروحوا فهي بيبدأ الواحد بيحس حاله أنه بيكون مش عارف بس ممكن لما يوعى عليها اللي سيستعملها كمان بطريقة أحسن اللي ما تروح عليه كمان حقوقه هو بأنه بس يعطي ويعطي ويعطي أنه الواحد بيعطي وبياخد كمان نعم يعني كمان فيه نقطة كتير مهمة لما الواحد اليوم عم بيتاخذ قراراته من تأثير المجتمع عليه وليس قراره هو الذاتي لأنه هو يؤمن بهذا الشيء وهذه كمان شغلة كتير مهمة لأنه إحنا منشوف أنه فيه كتير أشخاص بيوجدوا قيمهم أو بتعاملوا مع هذه القيم حسب ما المجتمع راضي فيها فاليوم كيف نتخذ قراراتنا بناء على قيمنا وليس بناء على تأثير المجتمع علينا يعني لما نكون عم نعمل إشي وإحنا شايفينه صحي كتير ومرتاحين لإله ليش بدنا نكون نغيره مثلاً وقتها خليه خليه زي ما هو لكن إذا أنا عمالي بشتغل ومش حاسس بأنه مش مبسوط مش مرتاح مش حاسس أنا أنه فيه تقدير للإشي اللي أنا بعمله محدش فيش appreciation فهذا هون برضو بخلي العطاء تبعه يكون قليل لإذا هو إنسان بيعطي بس ففيش تقدير لهذا العطاء كمان هذه بتكون عمالها إشي مش بيصالحه بس المهم يفهم الواحد هو فعلاً فيه تأثير بأداؤه ولا أنا بس عمالي بتبع الآخرين يعني بيرجع إيمان أنه كل واحد ضلي رائب حاله وشو الأشياء اللي بحسها متناغمة مع حاله بتشبهه هو اللي يدور عليها أكتر بسه ولما يحس إنه أنا مش مرتاح بهذا الموقف فيه إشي صار مش شايفه لائق أول والناس كلها شايفينه عادي لأنه هاي هي بتكون يعني قيمة خاصة فيه هو مش ما قدر استعملها أو ما استعملهاش بالطريقة نادا أو سكاته خلاص يعني يمشي لقدام الواحد دائماً ويحكي ويتصرف بمين هو مش بمين الناس بدها نعم 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 صحيح شكراً جزيلاً لوجودك معانا أهلا وسهلا فيك شكراً جزيلاً لوجودك معانا